شهد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة شهد منافسات اليوم الأول لبطولة العيد الوطنية التاسعة لجمال الخيل العربية التي يقيمت على قرية القدرة بتنظيم من الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وذلك بحضور سعدة وزير الشباب والرياضة سيد أيمن توفيق المؤيد وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وتابع سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة منافسات اليوم الأول والتي شهدت عروضا ومنافسات مثيرة ورائعة لجمال الخيل العربية من مختلف الملاك والمربين والاستبلات والمرابط وسط حضور جماهيري كبير من عشاقي ومحبي رياضة الفروسية وتنظيم رائع من قبل اللجنة المنظمة ولجنة جمال الخيل العربية وبهذه المناسبة عرب سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة عن سعادته الكبيرة بالنجاح الرائع الذي شهدته بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية في يومها الأول مبديا إعجابه بالمشاركة الواسعة من قبل أفضل الجياد العربية بمختلف الفئات وبمشاركة مجموعة من أشهر الملاك والمربين وأصحاب المرابط وكفة المهتمين برياضة جمال الخيل العربية والحضور الرسمي والجماهيري المتنوع الذي يعكس مدى الشعبية الواسعة التي تحظى بها رياضة الخيل في مملكة البحرين وتعلق أهلها بالخيل على مر العصور كما أشهد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة بالتغطية الإعلامية المتميزة التي رفقت البطولة في كافة وسائل الإعلام مثمنا جهود وزارة شؤون الإعلام لتغطيتها منافسة البطولة منوها بجهود سعادة الوزير السيد علي بن محمد الرميحي في تغطية كافة أنشطة وبرامج الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة كما عبر عن شكره لكافة وسائل الإعلام الأخرى وفي مقدمتها الصحف المحلية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تبذل جهودا في إبراز الحدث من الناحية الإعلامية في ظل الشراكة القائمة بين الاتحاد وكافة وسائل الإعلام المحلية متمنيا التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في اليوم الثاني من البطولة